أما هلأ سالي وصلنا لأولى مساحة من مساحات صباح نقرير ورح تكون مع عالم الطفولة ونتحدث فيها عن دمج أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نحكي عن أهمية هذا الدمج وعن التقنيات المتبعة وشو الوقت المناسب لاستخدام هاي التقنيات وأيضا كيف يتم تنظيم عملية التقييم أسئلة رح نطرح اليوم على ضيفتنا بالستوديو ميسم الحسرية اختصاصية صعوبات التعلوم يسعد صباحكم صباح خير أهلا وسهلا فيك ميسم دائما نحنا هيك ضيفتنا الدائمة ودائما بيكون لنا موضيع يمكن جدا حساسة ومهمة لكل منزل يمكن عنده طفل عنده هالملكات الجميلة فيه يندمج مع غيره فيه يعطي وأيضا فيه الأم شوي ترتاح بس نحكي له هدول الشغلات خلينا نتحدث عن الدمج ومفهوم الدمج طبعا نحنا يمكن اخترنا الوقت اللي كتير صح لهذا المحور اللي هو محور الدمج نحنا بنهاية سنة نحنا معرض أنه يكون طفلنا هلا عم بيشارك بحفلات آخر السنة عم بيعيد مع رفقاته ومع رايبينه فالدمج هو موضوع على قد ما بيعتبروه أنه هو موضوع صعب على قد ما بيعتبروه أنه هو موضوع بده أدوات بده وسائل على قد ما هو إذا نحنا نظرنا له خلينا نقول بشكل عاطفي أو بشكل إنساني رح نلاقيه بسيط هذا الطفل هو طفل مثل ومثل أي طفل طبيعي يمكن هو بيعاني من مشكلة خاصة ونحنا بقول عطول أنه نحنا بهاي الأزمات اللي صارت كلنا صرنا ذوي احتياجات خاصة ولو كان احتياجنا مانو واضح ولو كان احتياجنا مانو مبين للأشخاص ولكن نحنا ذوي احتياجات كلنا صرنا فهو مانو هذا الموضوع الكتير كبير ولكن كتير بدنا نكون حريصين بأنه يكون نحنا اخترنا الوقت الصح المكان الصح والفئة الصح كتير بيصير وأنا كتير بذكروا هذا الموضوع أنه الأهالي بيخافوا يعني أهل الأطفال الطبيعيين بيخافوا أنه إذا شافوا هدول الأطفال ممكن يقلدوهم ممكن يكون عندهم ردة فعل عفكرا نحنا كاختصاصيين أكتر من خاف على أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال الطبيعيين لأنه بيبقى في عندهم ردة فعل يعني الطفل الطبيعي وقت بديه يشوف شي غريب ممكن يكون فيه ردة فعل ممكن يكون فيه مثلا خلينا نقول تاتش معين ممكن يكون فيه عندنا إيماء معين يعطي له هذا الطفل فهذا الطفل كونه بأغلب الأوقات بيكون نوعا ما فاقد نوع من أنواع التواصل فهو بيكون عنده قدرة عالية على التعميم طيب حكينا مايسا معي كنت عم تذكري أنه آخرت السنة يمكن وقت مناسب لعمليات الدمج وحكينا عن هذا المفهوم خلينا نحكي عن كيف بتم عمليات الدمج شو هي المراحل اللي بتم ولازم كل أهل يعرفوا فيها المراحل أنا بعتبر هنا المراحل أربع مراحل أول مرحلة هي التهيئة واللي هي أهم نقطة أو أهم مرحلة لمراحل الدمج كمرحلة تهيئة يعني أنا بدي يعرف الطفل هو وين رايح شو رايح يعمل مين ممكن يشوف شو الأماكن اللي بده يزورها لأنه نحنا عملية التعرف عن طفل ده والإحتياجات الخاصة ما بتكون نفس عملية التعرف عند أي طفل تاني وخاصة وقت منكون نحنا قدام اضطرابات نفسية أو قدام اضطرابات خلينا نقول عصبية ليش؟ لأنه هذا الطفل رايح على مكان مجهول فممكن يشوف أشكال غريبة مثل ما ذكرنا نحنا بحفلات آخر السنة ممكن يشوف مثلا بابا نويل ممكن يشوف شخصيات كرتونية هاي الشخصيات ممكن هو ما صار فيه تماث مباشر قبل أو ما كان فيه عنده ما عنده أدراك مسبق إلى تمام فلازم نحنا نعرفه عليها قبل ما نحنا نخليه يحضر هاي الحفلة حتى ما يصير فيه عنده ردة فعل أو حتى ما يخاف حتى ما يهرب لأنه خوفه رح يخلي الأطفال الطبيعيين يستغربوا إنه هاي الشخصية محببة أنت ليش خفت منها فرح يكون فيهون عنا إيماء معين رح يعطي الطفل الطبيعي لطفل ذوي الاحتياجات الخاصة هذا الإيماء المعين رح يخلي الطفل يعمم نظرة الطفل الطبيعي لأله ثاني مرحلة اللي هي مرحلة الالتماس أو خلينا نقول مرحلة التماس بهذا المحيط نحنا عرفناه إجا صار فيه على تماس ضروري نكون حسسينه إنه أنا على طول معك نحنا هلأ رح نفوت بابا نوين رح يعطينا الهدية نخلينا عطول نكون بالخطوات اللي رح تكون ثالث مرحلة اللي هي التقييم أني أنا يكون بتقييم غير مباشر لاحظ الطفل مبسط الطفل صار عنده خوف من الشغلة الفلانية الطفل التحق مثلا أو راح على زاوية الطفل لا مبسط ليش لحتى أنا وقتل بدي استكمل الخطة العلاجية يكون في عندي شغل على نقاط القوة ونقاط الضعف عند هذا الطفل يمكن لاحظ أنه هذا الطفل في عنده ذكاء مكاني يوقف بالمكان أو يسبق المكان اللي بيكون موجودين فيه الأشخاص رابح مرحلة واللي هي الأخيرة اللي هي الاستفادة الحقيقية من هذا النشاط اللي أنا عملته أو من عملية الدمج لحتى أعرف أنه هذا الطفل هل كان هو فعلا قابل للدمج هل فيني أنا فعلا حطه بصفوف الدمج ولا ممكن أني يكون أنا استبقت المرحلة في عندي تعديل ممكن يكون على الطح يمكن عم تحكي نقاط كتير مهمة وببداية حديثك ميسام قلت أنه هذا الوقت المناسب لنتحدث فيه عن أهمية الدمج كل شيء في تطور ما في شيء عم يوقف عن تحاد معين هذا الموضوع جدا مهم لأمهات يمكن ممكن يكون شوي عنده نقطة ضعف الولاد هو ويمكن أنا شايفة حالات واقعية بيصير معقول يندمج ليش ممتله ومتل غيره فبهيدا الآلية اللي احنا عم نحكي فيها نحنا عطينا طاقة لأمهة نفسية جميلة شو رأيك بهذا الموضوع؟ هلا أكيد أنا بقول للإيمان بأنه هذا الطفل هو طفل مثل باقي الأطفال هو أول شيء سواء كان بعلاجه أو سواء كان بدعمه النفسي أو سواء كان بشغلنا معه أنا أي مدربة بتجي بتتشتغل مع هذا الطفل إلا إذا أنت ما آمنت أنه هذا الطفل يوم من الأيام ده يكون طفل طبيعي ما رح تنجحي بشغلك معه والسبب الأساسي أنه هدول الأطفال بحاجة تنعاملون بشكل طبيعي يعني الشيء الخطأ هو خطأ الشيء الصح هو صح الشيء المرغوب فيه هو مرغوب فيه لحتى نعلمهم نفسيا أنه هن يتقبلوا ردات فعلنا فبالفعل بالفعل خلينا نكون واقعيين هذا الطفل هو طفل طبيعي قادر أنه يعيش حياة طبيعية قادر أنه يحضر حفلات أنا كثير ضد أنه عطول يكون عندي أنا ما بدي طالعه مشان ما يقول للناس أنه ابني عنده مشكلة أنا ما بدي خليه يحضر الحفلة حتى ما يغجل قدام رفقاته أو هي يتغجل فيه تماما أبدا عفكرة هدول الأطفال هن اللي عاطينا حياة حقيقية وعطول عطول عطول بذكر لولا إنشتاين اليوم نحنا مو قاعدين بهذا الضوء الحلو لولا بتهوفن نحنا ممنسمع موسيقى حلوة لولا ميسي ممنفرح بلحظات خلينا نقول النجاح أو الفرح فهدول الأطفال هن قدموننا كتير هاي الفئة قدمت لنا شيء كتير حلو يوم من الأيام أنا كتير 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 بكون قوية وبكون فخورة بنفسي إني بمجرد إني عم بشتغل معهم كيف إذا كان عن جد عندي طفل منتلون معناتها أنا أم قوية معناتها أنا أم قادرة أني أشتغل معناتها أنا أكتر حدا قادر أنه أنا يسمع وينفذ الشيء اللي أنا بدي ابني يوصل لإله دمج هذا الطفل هو قوة لإلك أبدا ما نضعف عطول أنا بحب ضوي على هذا الموضوع ميسم كتير حلو الشي اللي عم تحكي وقداش اليوم عن جد مهم أنه الأهلي واجهوا خوفهم ولكن خلنا نقول كمان نواجه المخاوف أنه عملية الدمج ترى ممكن يكون إلى سلبيات معينة ممكن تفشل ممكن نرمم هذا الفشل خلينا نواجه هاي المخاوف ولو سريعا بالوقت المتبقي هلا أنا عطول بقول كلمة فشل خلينا نقول لعملية الدمج هي كلمة كتير كبيرة يعني ممكن أوصل لعملية فشل لأنه أنا لما بكون عم بشتغل مع طفلي أو لما بكون عم بشتغل كم مدربة إذا طبقت أحد المراحل غلط ممكن ممكن ما يكون فشل ولكن خلينا نقول أنه ممكن يكون أنه هو بدي يصير في عنا ردة فعل هي نقطة ضعف لإلنا رح نعالجها بالخطة الجاي ولكن ما في شي بيقول لأن نحنا بشي متجدد نحنا اليوم عم نستفيد من أي عملية حتى عند الطفل الطبيعي لما بطالعه أنا عم مشوار معين أنا عم بعرف ابني لازم علمه أنه ما يعمل هاي الشغلة ابني لازم علمه أنه يسلم لما يفوت على مكان غريب ابني لازم علمه أنه ما يترك إيدي لما نكون بمكان مستحم فأنا سواء مع طفل طبيعي أو سواء مع طفل ذوي احتياجات خاصة أنا عم بتعلم وين نقاط القوة والضعف لإشتغل معه فما ممكن يكون فشل بالمعنى الكامل ولكن ممكن يكون خطوة تأخر فيها أنا بعملية الدمج مثل ما ذكرتي حضرتك نعم يعني حكينا عن موضوع كتير مهم وأهم خطوة فيه اليوم هو إيمان الأهل بأولادهم وبقدراتهم وعدم الخجل منهم بنا نشكرك كتير اليوم ميسم الحصرية اختصاص صعوبات التعلم على كل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا ياها شكرا كتير وأنا كمان كتير بدي أتشكركم شكرا لك على صباح الجميل ميسم إن شاء الله يا رب هيك يكون لنا وقفات تانية معك مع الزملاء أكيد لمواضيع تانية وأكيد بتفيد الأطفال شكرا لوجودك معنا